حدثنا أبو عاصمين قال حدثنا ثور عن خالدي ابن معدان عن عبدالله ابن بصر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عناب أو لح شجرة فليمضغها حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى وذلك يوم السبت فقال تعالي فكلي فقالت إني صائمة فقال لها صمت أمس فقالت لا قال فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمدي بن الوليد الزبيدي عن لقمنا بن عامر عن خالدي بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصو من أحدكم يوم السبت إلا في فريضة وإن لم يجد إلا لح شجرة فليفطر عليها